رأى يوسف عليه السلام وهو غلام صغير رؤيا قصها على أبيه فقال له أبوه لا تخبر إخوتك برؤيتك وذلك خوفا عليه من حسدهم لأنه كان محبوبا عند أبيه من بين إخوته ولكن إخوته حسدوه على حب أبيهم له وتفضيله عليهم وقرروا إلقاءه بالبئر وبعدما ألقوه في البئر مرت قافلة فأخذوه من البئر ليبيعوه واشتراه عزيز مصر من القافلة بثمن قليل وعاد إلى زوجته سعيدا بالطفل الذي اشتراه وطلب من زوجته أن تكرمه وتحسن معاملته كبر يوسف وأصبح شابا قويا رائع الجمال وكانت امرأة العزيز تراقبه يوما بعد يوم فأحبته ثم هددته بدخول السجن إذا لم يلبي رغبتها فقال في نفسه دخول السجن أفضل من معصية الله الخالق وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وظل يوسف عليه السلام في السجن فترة وكان الله قد أعطاه علم تفسير الرؤى فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان أحدهما رئيس سقات الملك والآخر رئيس الخبازين وبعد فترة صلب رئيس الخبازين وخرج الساقي من السجن ليكون في خدمة الملك مرة أخرى وفي يوم من الأيام نام الملك فرأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع النحيفات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فقام خائفا مرعوبا من نومه مما رأاه فجمع رجاله وعلماء دولته وقص عليهم ما رأاه وطلب منهم تفسيره ولكنهم عجزوا عن التفسير وظلت هذه الرؤية لاحق الملك وتفزعه أثناء نومه فأصر على معرفة تفسيرها عندئذ تذكر الساقي أمر يوسف عليه السلام فذهب إلى السجن ليقابله وهناك طلب منه تفسير رؤية الملك التي شغلته ففسر يوسف عليه السلام الحلم وقدم لهم الحل السليم أيضا فرجع الساقي إلى الملك ليخبره بما قاله له يوسف ففرح الملك فرحا شديدا ورح يسأل عن الذي فسر رؤياه فقال الساقي إنه يوسف فقال الملك ائتوني به ذهب رسول الملك إلى يوسف عليه السلام وأخبره أن الملك يريده فرفض يوسف أن يذهب إلى الملك قبل أن تظهر براءته فاعترفت امرأة العزيز وأظهرت براءة يوسف عليه السلام أمام جميع الناس وبعد تبريئته أمر الملك بإخراجه من السجن وتكريمه وتقريبه إليه ثم خيره أن يأخذ من المناصب ما شاء فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض فوافق الملك بكل سرور أثناء توزيع الحبوب على الناس إذا بيوسف أمام إخوته الذين ألقوه في البئر عندما كان صغيرا وقد جاءوا محتاجين إلى الطعام ووقفوا أمامه دون أن يعرفوه فقضى يوسف عليه السلام حاجتهم وأحسن إليهم ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم طلبوا منه أن يرسل أخاهم معهم فرفض يعقوب عليه السلام ولكن بعد إلحاح شديد أذن لهم يعقوب عليه السلام بأخذه ولما وفد إخوة يوسف عليه دبر لهم أمرا يستبقي به أخاه عنده فكلف رجاله أن يدسوا الإناء الفضية في رحل أخيه ولما حملوا طعامهم عائدين لبلادهم أرسل الجنود للبحث عن السقاية فوجدوها في رحل أخيه فأخذوه عاد الإخوة إلى يوسف يتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم ويأخذ أحدهم مكانه ولكنه رفض فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم وأخبروه الخبر فظن بهم سوء وفقد بصره من الحزن الشديد ثم عادوا إلى مصر بعد أن أمرهم أبوهم بالعودة إليها والبحث عن يوسف وأخيه عرف يوسف عليه السلام إخوته بنفسه وبحقيقته وبفضل الله عليه فاعتذر له إخوته فعفى يوسف عنهم وطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم ثم علم من إخوته أن أباه قد فقد بصره بسبب حزنه فأعطاهم قميصه وطلب منهم أن يلقوا به على وجه أبيه وسيعود إليه بصره فعاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وبشروه بحياة يوسف وسلامة أخيه ثم أخرجوا قميص يوسف ووضعوه على وجهه فارتد إليه بصره وتوجه يوسف عليه السلام إلى الله يشكره على نعمه العظيمة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ترجمة نانسي قنقر